انزع من قلب الإنسان حب الجمال لأنه تسلب حب الإنسان للحياة كجاذبيتها وروعتها صباح الخير جمال صباح الخير يا أنغام وأحلا وسهلا بي شهلا وسهلا لمشاهدين طبعا إحنا حاليا ده نسبع حاليا عن كثير حوادث تصير ببلدنا شنو أسباب هاي الحوادث؟ طبعا أسبابها هواية من أهم الأسباب اللي هو استخدام لايت الزنن الأبيض طبعا أصحاب السيارات العمومية والخصوصية لبعض منهم وأيضا أصحاب السيارات الأجرة قاموا يستخدمون لايت الزنن بدل المنظومة الإنارة اللي تخص سياراتهم طبعا هذا لايت الزنن يسوي إنعدام رؤية تامة للسيارة المقابلة ورح ينطي مدى ورؤية واسعة لصاحب السيارة اللي يكون مستخدم لايت الزنن بس المشكلة وين؟ المشكلة أنه أكو ناس ومراكز صيانة أنغام مو ذو اختصاص بحيث يجيزبون إليه يخلي لهذا الليت الزنن ويقول له توكل بدون أي قياسات بالنظام تعيار الليزر اللي يخلي هاي الإنارة بقياسات وصورة صحيحة اليوم خلينا نحكي على لايت الزنن الأبيض اللي هو أصبح للأسف مشكلة كبيرة بالشارع العراقي وبالطرق الداخلية بالذات اليوم إحنا إذا نريد نعرف الليت الزنن الأبيض هو يستخدم للشاحنات والطرق الخارجية وأيضا يستخدم بالضباب حتى يوضح الطريق بشكل صحيح اليوم للأسف محلات كماليات السيارات هذه رسالة من مورنينج لايف إلى محلات كماليات السيارات أنه يا ريت تلتزمون بالقوانين الموجودة والمرخصة أنه تسمح لكم كلايت زنن اليوم نشد على السيارة اللي تحتاج اليوم للأسف نقول لايت زنن أصبح مقلد غير مرخص يستخدم بالطرق الداخلية بالتالي يسبب انعدام للرؤية وعمى مؤقت وبالتالي يسبب حوادث للأسف للشباب والبنات اليوم الشاب يروح لمحل كماليات السيارات يطلب الزنن ويحطها بأعلى السيارة بالتالي أنت تسبب مشكلة لنفسك وتتعرض نفسك أنه تقع بحادث وممكن تضرب سيارة أو تضرب شخص بالتالي احنا اليوم ياريت أنه أكو قانون هو موجود القانون نعم هو ملوع دوليا بالضبط ضد أنه لايت زنن لكن اليوم هو غير مفعل اليوم نطالب بتفعيل أنه عدم استخدام لايت زنن فقط للسيارات الخاصة بالطرق الخارجية نعم نعم هي أنغامة وطبعا يا رب إن شاء الله قدرنا نوصل صوتنا لأن هذا الموضوع جدا مهم واليوم من خلال برنامج مورنينج لايف رح نحتي عن في الشيء كل شحلو اللي هي الصداقة الحقيقية طبعا يا أنغام طبعا الصداقة هي ربح كبير بس إذا كانت هاي الصداقة صداقة حقيقية مبنية على الصدق على التعاون على المواقف الحلوة اللي يخلي الإنسان يقول اليوم اختارية صديق ونعم الصديق وهو من الأهالي طبعا دائما ينبهون أولادهم بين يختارون الصديق الصح اللي يقولون اليوم من تختار صديقك خل يكون صديقك بمثابة أخوك بس بعد ما انتشار مواقع بعد ما ظهرت مواقع التواصل الاجتماعي ودخل الانترنيت قمنا نشوف صداقات صداقات المواقع التواصل الاجتماعي واليوم الهي سلبيات وإلجابيات هاي يا أنغام الصداقة الالكترونية اليوم موضوع كل مهم بين الإيجابيات والسلبيات نحن نعرف أن الصداقة هي علاقة روحية بين الشخصين أنا برأيي أن الصداقة الالكترونية تشبه الصداقة الواقعية لأن الصديق الالكتروني من نحت شوية إذا غاب رح نسأل عنا وإذا فقدناه أكيد هم رح نسأل عنا الصديق اليوم أوقف له وأحبه وأريد وجوده بحياتي اليوم نحافظ على مشاعره وأهم شيء أنه من جرحه اليوم الصداقة الالكترونية للأسف دخلت بسلبيات كثيرة نعم اليوم دخلت بالتزوير دخلت بالكذب دخلت بصداقات وهمية غير واقعية اليوم الشباب دخلوا لي الصداقة الالكترونية وصار وورا قلنا إحنا صار هو هوس أنه أنا لازم تليفوني أو لازم الحاسوب وأسوي صداقات وأصنع صداقات لكن كلها كاذبة كلها مليانة بالتشويش والتزوير اسمي مو اسمي الحقيقي صفاتي مو صفاتي الحقيقية فاليوم إحنا رح ندخل بيها بين إيجابيات وسلبيات اليوم ضيوفنا رح يكونون شباب طبعا موجودين ويانا الشاب أحمد الشمري وأيضا الشاب آيات رضايا هلا ومية هلا منورين مورنينج لايف أهلا وسهلا بكم أهلا رمضان كريم نورتونا أحمد وآيات أهلا وسهلا بكم طبعا رجم شفتوا موضوعنا عن الصداقات اللي تكون داخل مواقع التواصل الاجتماعي نحن عن صدياتها وعن إيجابيتها بس اليوم حلو اليوم من نشوف صداقة بعالم افتراضي أن تكون صداقة حقيقية اليوم فعلا أكو صداقة حقيقية داخل هذا العالم أكير طبعا طبعا أكو صداقة نعم تواصل وأكو اختلاف ثقافات عبادة الثقافات تقارب كل شيء أكو يعني بهذا المجتمع السحرين المجتمعنا نطور ومستل قدل يعني نتغير كنا قبل نقول ما نقل التليفون وتواصل بين شخص وشخص آخر بس الثلاث غيرت هويش رأت غيرت يعني حسن أكو علاقات أكو صداقة أكو زمالة أكو مشاريع تتبادل تبادل معلومات ثقافة هويك تغيرت ها من ناحية الإيجابية طيب خلنجع عن ناحية سلبية ثقاماكو أكو ناس يعني يتراهون بين الكذب شلون ثقاماكو يعني خلينا ندخل بتفاصيل أكثر أحمد اليوم اليوم إحنا كشباب يعني بالبداية يمكن أنا لما بحث بهذا الموضوع الشباب صرحة وأنه الصداقات الواقعية هي نفسها الصداقات اللي تصير بالافتراضية اللي يصير عن طريق الأنترنت اليوم إذا صديقي غابسل عنه إذا صديقي احتاجني أكيد أو احتاج نصيحة رح أنصحها اليوم أدافع عنه أحترم مشاعره اليوم خلينا ندخل بالسلبيات أكثر اليوم يعني بصراحة صارت تشويش تزوير بيئة الهوية اليوم الاسم غير الاسم الشخصية غير الشخصية العمر مو العمر الحقيقي فاليوم أكيد آيات شنو رأيتش ب هذا الموضوع أول شيء كل الهلا بكم وأني أشكفوا على هذا الموضوع يعني أنه أنا كل شيء أحب الصداقة وأقدسها ممكن شيء اسمها صداقة ألكترونية 90% من الصداقات الألكترونية التي تتحول حقيقية حتى لو استمرت أنا عندي صداقة ألكترونية 11 سنة كان نقائنا قبل أقل السنة التقيت بها ميزتني عن أصدقائها الحقيقيين بموقف جدا يعني جميل جميل أنه بزواجها أنا الوحيدة للإنسان يعني أنتوا 10 سنوات 11 سنة أنتوا صداقة ألكترونية فقط كتابة ولكن لم أردتها واللوخة خمس سنين هماتيا نحن أصدقاء وأول مرة بزواجها ميزتني أنه أنا أدخل بين كل الناس إلى الموبايل بيديو وأنا الوحيدة لا يوجد فون دخل طيب لماذا يقولون أن العالم لا يوجد صداقة ألكترونية شوفي نحن مثل أننا لدينا ثقة قوية بينناتنا لما كنا بالسوشال ميديا صراحة الظليم متحفظة أنت هذا الشخص لم أردت أنا بالنسبة لي أمون بلغة الجسد أنت تصرفاتها البنية ليست تماما أنه ليس مثل ما هي كانت وراء السوشال ميديا وراء السوشال ميديا أنا لا أردت تصرفاتها هي تكتف فقط تتصل بها فقط فإنه هذا اللقاء حتى لو كان لقاء واحد أنا أحدث هذا الشخص سيبقى صديق ألكتروني أو يصبح صديق حقيقي صحيح فالصداقة الألكترونية موجودة وحلوة بالنسبة خلني نقول 50% حتى الصداقة الحقيقية ليس بي من المية موجودة 50% جيدة و50% سيئة نعم لدينا أصدقاء حقيقيين ولا قاطع هم سنين 15 سنويانة أو جزء أكثر ولكن هم لما نوصل الأشياء حلوة بحياتنا هم أول الناس اللي يختفون فهذا مو مثل ما نقول مقياس نعم طبعا نعقب على كلام آيات يا أحمد أنه ذكرت اليوم نحن بالعالم الواقعي نحن الصديق رح نعرف نختار أشدون أنه يكون مقابلنا رح نعرف فمن هذا رح نختار الصديق الحقيقي لكن اليوم بعالم السوشال ميديا موقع التواصل الاجتماعي شنو المغزل اليوم نصنع هذه العلاقات وشون رح نعرف هذا الصديق فعلا حقيقي من اختارينه أكيد طبعا هناك فقرة الصير يعني مثلا نقول أهل ما يقبلون مثلا أنه يكون صداقات واقعية وحقيقية بالواقع فشي سنون فهذا يقوم يدور صداقات الالكترونية يفرغ على نفسه يبادل معلومات تجي ايش اسمي يعني وحنا نقول تبادل معلومات ومعرفة فض فضي فض فضي مرات نقول مرات نقول صحيح احنا شون احنا نقول التعارف نعم هو أكو أسباب طبعا الصداقات داخل المواقع الالكترونية بس خلينا نروح نروح الاستطلاع ونشوف الاستطلاع وقارى الناس حول هذا الموضوع ونشوفوا الشاشة خلينا نشوف الاستطلاع مرحبا سؤالنا اليوم للمونيق لايف هو عن ايجابيات وسلبيات الصداقة الالكترونية خليكم ويانا نشوف اعراء الناس بتحصل ها نشوف الابتزاز الالكتروني وده نشوف يعني هاي السلبيات الكبيرة من خلال الفيس هاي الأخطاء يعني تواصل الاجتماعي اللي ما يستخدمه بصورة صحيحة رح يأثر سلبا عن المجتمع أنا صادق لواحد يعني شخص معين لا عرفها لا يعرفني عبر القارات لا عرف شون أخلاقها لا عرف شون تربيتها بالبيت لا عرف شون الأهداف مرته إجوز مدفوع مثلا من جهة معينة المفروض من عندنا ما انثقة ثقة تامة لأنها علاقات عابرة أنا لا أمن بصداقة الفيس كصداقة على الصفحة الفيس أوكي بس كصداقة خارج الفيس مستحيل أمن بها تكون يعني شبه وهمية ليش؟ لأن ما يكون مقاومات للحب أو للارتباط شخص لا تعرف اسمه لا تعرف شكله لا تعرف مزاجه لا تعرف إيماءات جسده فأنت راح هنا راح تفكر بتصورك أنت يعني أنت ده ترتبط بتصورك أنت اللي تريده أنت ما ده ترتبط بإنسان حقيقي العلاقات الإلكترونية بإيجابياتها يجب أن توظف لخدمة المجتمع وسلبياتها يجب البحث لها عن حدود أو حلول أو حدود لكي توقف عملية الإبتزاز الإلكتروني وصلنا إلى نهاية فقرتنا إلى هذا اليوم شنتوا إياكم نور الجمالي مورنيك لايف رجعنا من بعد ما شفنا التقرير ويا نور ينطيك العافية نور على هذا الاستطلاع شفنا غياب لغة الجسد اللي قال أنه هو إنسان وهمي ما تربطني بي شيء اللي قال أنه هو كذاب ومزور وماكو علاقة حقيقية عن طريق المواقع التواصل الاجتماعي اليوم سؤالي هل صنع الصداقات الإلكترونية أو العلاقة الإلكترونية أسهل من العلاقات الافتراضية الواقعية؟ أكيد طبعا بسبب أكيد أحاقول لك على شيء عن تجربة أغلب البنات بلا خاصة تشوفين اللي المراهقين هم وديل تجؤون للعلاقات والصداقات الإلكترونية مثلا هي متحب تفضفض الأصدقائها الحقيقين أو تخجل تخجل أو متحب لأنه تعرف مثلا هم بيوم من أيام حيطوعون السر هذا صديق وهمي أنا أدخل بحساب وهمي وأفضفض وشخصيتي محقيقية أحكي له أوكي بس أكو بيهم لا يتعمقون بالموضوع أنه يبعثون صورهم ينطون الثقة مباشرة أنا مهما كان يعني حتى لو كان صديقي اللي هو مقرب إلي بالحقيقة ما أنت يفتقى بيوم وليلة يعني أكو أصدقاء يبقون سنين هم وبعدين يتناقلون الصور ببيناتهم عندي سؤال أسالج خلي اليوم نحن ننطي نصيحة للشباب والبنات أنت مريتي بتجربتين تجربة الخمس سنوات علاقة الكترونية مع صديقتك وتجربة الهدع السنة أيضا اليوم ما أنت وصلتي لمرحلة كآيات أنه نطيتيها الثقة وبلشتي أنه تدولين الصور يعني أكيد أزيتي له الصور وأكيد وأكيد نطيتيها تفاصيل حياتك الخاصة فاليوم ما أنت وثقتي بهالإنسانتين قبل إذا ما كنت أساوي علاقة إلكترونية ويا صديقاتي ما كنت أثق صراحة لغاية أنه قلت لش لما تقابلنا وجه لوجه أنها تستحق أنني أنطيها هذه الكمية من الثقة لأنها انطتني ثقة بدون أن تعرف أنا شنو أنا ابنية عن طريق التواصل الاجتماعي يعني أنطتك ثقة قبل هي انطتني الثقة أنها تستحق أنني أنطيها الثقة ولكن حاليا خلال العمل عندي فريق شبابي عندي مصممات كثير بالرابطة الذين يحبوني يعتبروني أمهم هل نقول صغار 16 و 15 سنة فست إحنا تنصم لش مثلا كذا بوستر بالسوشال ميديا لماذا أنطيها أنطيها لا يوجد مشكلة ولكن أتحفظ على بعض المعلومات أتحفظ على بعض الأشياء المهمة في حياتي يعني لماذا تتحفظين خلال ندخل بالتفاصيل لماذا أتحدث كل شيء لأن اليوم فئة كبيرة من الشباب والبنات يتابعوني الذين يطلون ثقة كل شيء كبيرة للذين يتحدثون عن طريق الواقع الوهمي أو الكتروني يتزون صور بالتالي يتعرضون الابتزاز الألكتروني تدخل لمشاكل كل شيء يروي عائلتها ممكن حتى عائلتها يأدوها يضربوها هواية لها نتائج سلبية فاليوم إحنا شلون نكون الثقة بيننا وبين الأشخاص الافتراضيين الموجودين بالشبكة الألكترونية أول شغلة تسويها أنه ما نطيف ثقة مباشرة شوية شوية بالتدريج يعني مثلا أول ما أتعرف حالي أعرف أمر وين سكن لا يطيك شوية شوية بالتدريج أنه تكسبين سقطت تقديم أنت هو يعني شيئا حقيقي وليس أنه اسمه غلط وعمره غلط وتاريخه وسكنه وشغله كله غلط هذا ما نعتق به شوية شوية غير بالتدريج طيب أنا شو رح أعرف هذا الشيء هذا غلط لو صحيح ما أنا أصلا خلف ما نقول خلف الكواليس أوكي يعني حسن من أحكي أنا أحكي يا شخص الثاني عمره خمرة ما استنانا لحطي تفاصيل صحيحة فأكيد يعني في البداية تعرفين علي تعرفين شخصيته تعرفين ماذا هو أصلا ندخل وكما يأتي يدخل لي فضفظ ويحشي لي حياته وحياته الخاصة وأقول لا يأتي مجرد تسلايا وقت ويروه فهذا عنا نقول الميزة بنظرة الشخصية كأني الشخص أميز هذا الشيء أنه هذا يفضفظ يحشي لي حقيقة وأنه هذا لا بس مجرد كلام نعم أحمد اليوم طبعا نحن نقول كثرة المحادثات بالسوشال ميديا وأيضا ما ننسى وأيضا ما ننسى الألعاب مثل بوب جي وغيرها صارت بيننا صارت أكثر بين الأشخاص أكثر تقارب هذا الشيء صحيح نوعا ما صحيح أنت اليوم مارب هاي التجربة أكيد طبعا وشانت تجربة تكناشحب هاي الصداقة بعالم الافتراضي خمسين بالمئة خمسين بالمئة وإنه بالعالم الواقعي أكثر أكثر يعني علاقت بالواقعي أكثر من الضد ضد كيف الفرق بين الواقعي أبدا أبدا ما أمني بسوالي في أنه أصير علاقات صداقة بالبوب جي وهاي الألعاب لأنه أنت داخل تلعب مارب ما تعرف شي عن هذا الشخص بعدين تناقلت اليوزرات صرت أصدقاء عن تجربة وحبتها عن طبيق البوب جي وقعت ست سنين وإنه بعثتها أن هذه المعلومات كلها تشدر أما هو طيب جوز هاي ابنية فرق بين ابنية والولد أين شونا ستكون أذية البنات إذا تسمحوا البنات أصبحوا أكثر عرضة للابتزاز للبحث عن شخصيات وهمية وتتعلق بضبط أنت قلت تتعلق لمدة ست سنوات بشخص وترتبط بعاطفيا دعونا نركز بسلبيات الصداقة الإلكترونية سلبيات تلاحظون أنها فقط للبنات الشباب لا عليهم الشباب يتطلعون يمشون حتى تعرف على ألف صديق الإلكتروني يلتقون عسما والبصرة يذهبون للبصرة لا مشكلة ولكن البنات نركز على فئة البنات بلا خاصة البنات المراهقات التي لا تريد شيء غير أنها لازم الفون بيوزر رهمي تدخل تناقش صديقاتها يوم يجي الصرار يوم لا أقل الأساس غلط الأساس أنني مثلا أحرم البنات أنهم يطلعون يلتقون بصديقاتهم دعني أود بنتي صديقتها للبيت تحتفل لأصديقتها كل أسبوع أمسي ويأصديقتها بالبيت بالبيت لا أريد أن نقول برا ولكن ما نخليها قوقعة بالبيت هذا سيجعل البنات يتجؤون غير أشياء صداقات الإلكترونية وليس يعرفون أنها تتحدث بولد وليس تدري بولد عبارة صحيح ودصير أنه يبتز هاي الصوار يأم هاي أشياء غلط ضد الصداقات الإلكترونية لهذا العمر المراهق شراح احنا كلش تشرفنا بيكم أحمد الشماري وآيات شكرا بيكم شكرا يعني الوعي بأنه اليوم ندخل علاقة افتراضية وعلاقة الكترونية نعرف شلون احنا شو كنت ننطلثقة وراغو عليك آيات وعني كلش أحييت أنه أنت كونت صداقات 11 سنة وخمس سنوات وحضرت عرسها وسويت علاقة افتراضية الكترونية إذن أكوى علاقة افتراضية الكترونية لكن بحذر لكن تحت مقاييس مطلوبة شلون عني اليوم شكرا جزيلا يسعد يومكم شكرا لكم نوري عادية شكرا لكم شكرا لكم برنامج شكرا لكم شكرا لكم حبيبتي طبعا حلو نحن قلنا ذكرنا صداقة هو ربح كبير لكل إنسان من يوم يختار صديق حقيقي مرات يشوفين الصديق يا انغام حتى أقرب من أخوك أو أخت اللي رح يعرف كل شيء عني طيب أنت اليوم صادق إنسان ورح تنطي كل أسرارك ورح تعرفه عن حياتك جوز ما تقدر تحكيها لأهلك فلازم تختار الصديق الحقيقي ومشارط يكون بالعالم الإفتراضي أو بالعالم الوقعي لازم تختار صديق حسب مقاييس يعني معينة لازم اليوم أنا أتأكد مثل ما قالت آيات من شخصيته من هويته ننتقل إلى هوس الجمال هوس الجمال هذا الموضوع اللي إحنا كبنات بمجتمعنا صار عندنا اليوم إحنا لازم نطلع جميلات صحيح بالكمال صحيح اليوم إحنا كنا نبحث عن الكمال اليوم إحنا شكل الشفة لازم يكون بيرفكت مثالي الخشم صغير العيون تدرينا أنت يا عمليات الأجفان وغيرها وإلى غيرها نحت نحت الجسم اليوم إحنا ضعنا للأسف آني برأيي اليوم سموء الطراب التشوه الجسدي اليوم خلينا نفرق بين هوس الجمال اليوم إحنا شلون نبحث عن الجمال إذا إحنا كاملات نعم فأكيد إحنا نروح نسأل مختصين طبعا أنه إحنا من محتاجين شيء نعم وأكو ناس محتاجة ممكن إدى حروق تشوه خلقي للأسف هي تحتاج إلى عمليات التجميل حتى تصبح أجمل اليوم ويانا شخصية جداً رائعة ضيفتنا اليوم كارو سامي خبيرة تجميل ومؤثرة بالسوشيال ميديا سنأخذ منها تفاصيل أكثر أهلاً وسهلاً سيد كارو نورا برنامج مورنينج لايف نغال طبعاً هو الجمال كلش حلو بس اليوم مو شرط اليوم يقولوا لك مو شرط اليوم تكون أنت وسيم أو أنت ملكة الجمال حتى يجي أشخاص يقولوا لك أو يقولوا لها أنت جميلة أو أنت جميل اليوم أنا أستخدم الجمال كسلاح طبعاً أنه أواجه العالم طبعاً أحياناً الإنسان يكون دواقب لبسه بقصات شعره بثقافته بالاهتمام بكل شيء يخص الجمال هنا تقول على هذا الإنسان جميل يعني الجمال مو فقط يخص المظهر الخارجي خصوصاً بالفترة الأخيرة بدينا نشوف مراكز التجميل بكثرة صارت عدنا وأيضاً شفنا ناس هوا يقاموا يهتمون بالتجميل ببشرتهم بقصات شعرهم بألوان الشعر بالملابس كل هذا اليوم راح نحكي به من خلال هوس الجمال مثل ما ذكرت أنغام واليوم راح تكونوا إيانا خبيرة التجميل ومؤثرة في مواقع التواصل الاجتماعي ست كارو سامي طبعاً بما تجهد ست كارو اليوم دراسات أثبتت بأنه أعراض هوس الجمال ممكن تظهر على أي إنسان بأي سن عمر تفضل أتأكيد ست كارو أهلاً وسهلاً بيك نورتي برنامج مورني بلايف شكراً أهلاً وسهلاً بيك ست ورمضان كريم عليك رمضان كريم عليكم حبيبي نورتين اليوم يقود عليكم بالصحة والعافية آمين يا رب رمضان مبارك عليك مرتاحة بالقاعدة شوية بسطني مجال شنوها طالت حلوة شكراً حبيبي شنوها البشت الحلو اللبسة الرغمانية البشت ما عندكم يا جنيداتي خليناً بلي شويات أخذ راح تشعري راح تشكر علي سألونا إيب بضبط طيب البشت شويات صح شنوها القلب الحلو اللبشت هذا الشعاري هذا الشعار شعار حب أوحب ويختلف من شخص إلى آخر لكن بالنسبة للمعايير الجمال للمرأة بها قياسات القياسات شنو هي؟ لازم أولا الجمال يكون نوعا ما يكون طبيعي ما يكون بزايد عن شكله الطبيعي تكونين بطريقة لما تيجين تغيرين أي شغلة ما عاجبتك بشكلك بجسمك لازم تكون قريب على الطبيعي ما يكون مبالغ بها ثانيا الجمال الثاني اللي هو المعيار المهم شون تهتمين بنفسك من شعرك إلى أظفرتك هذا كل شيء محسوب إلي معاييره وإلى جماليته ما المفرض إحنا نذهب عنه المعيار الجميل همينه اللي هو جمال الروح يعني جمال الروح جدا يضيف لك حلة وجمالية لوجهك لأن يعكس ما في داخلك فإذا جمال روحك وعدم فقتك بنفسك بتكون قوية ثقي بالله أي جمال أنت تمثلك من ملامح ما راح يبين صحيح سيد كارا طبعا اليوم الجمال أو التجميل اليوم مختص فقط بالمرأة يعني الرجل هم إلي حق بهذا الشيء أكيد طبعا طبعا الرجل أيضا يعني لازم يحتم بنفسه حتى وأن يريد مثلا نوعا ما مرات يتعرض لعمليات تجميل يحتاجها جسمه ووجهه بس ليش يتعرض لانتقاد؟ مجتمعنا يعني احنا المشكلة مجتمعنا العربي مرات شوية عندنا هذا المنتليتي التفكير مالنا بأن الرجل هذي تأثر على رجوليته صحيح وتواجده كرجل بالمجتمع صحيح شون يسوي بوتوك شون يسوي فلر ليش يشد جسمه صحيح بس هذي بالعكس يعني هذي يضيف لفد جمالية لشخصيته أكثر هي مرح تغير من ملامح رجولته بس بنفس الوقت لان هو المفروض هو همينا ما يغير من ملامح رجولته أكثر من اللازم لازم يكون جدا طبيعي أصبحت عمليات التجميل اليوم دخلتنا بهوس من جدا هوس مو طبيعي اليوم آني كشخص يعني مثلا أدور على شلون شفتي تكون بالشكل المثالي خشمي يزاير النحط لازم الخسر مثل ما يقولون مثل الخاتم خلينا نفرق شنو اليوم بين هوس الجمال وبين الشخص الي يعاني من حروق من مشاكل أو نقص بجسء معين بجسده يحتاج تجميل خلينا نفرق بين هوس الجمال الخلقي أو هوس الجمال اللي احنا نمر به وبين المشاكل الخلقية شوفي هو من اللي يحتاج التجميل اليوم؟ كنا نحتاج تجميل كنا نحتاج تجميل احنا هسا وصلنا يعني شوان نقول للتقدم اللي واصلي له بالعكس أكو هاي أمور دي سهلها إلنا أنا من السيدات اللي مضت عمليات التجميل لو في حال تجمل بطريقة صحيحة وما تغير من طابع شخصيتي أنا كاكارو بس بنفس الوقت ما أجي أكثر أكبر شفتي أكثر من اللازم أكبر غدودي أكثر من اللازم لأن المودة هيش تطلب لا تطلب حسب ما أنت توالم شخصيتي وما لا محج هذا لازم تختارين دكتور يكون خبير بهذا الموضوع شاطر أما بالنسبة مثلا الحروق اللي يتعرضون للحروق أو العاهات اللي تصير نتيجة الحروب أو نتيجة الحوادث أو الشي هذه يعني أكيد لازم تتجمل ما يقبل غلط لأن تأثر علي نفسية الواحد جدا بس إحنا بالنسبة أنا أقول كهوس لا أكو هوس وهوس زايد عن حده فأني أنصح كل مرأة أو كل رجل لما يريد أن يغير أي شغلة بوجهة محلوة بجسمة محلوة يغيرها تكون قريبة على الطبيعة ستكارو إحنا نشوف مثلا المثلات البلوغرز كشباب نحب نقلدهم مرات عنوثن شكلي يختلف عن شكلها يمكن هي تحتاج تكوير شفاء أنا يمكن ما أحتاج من المختص نستشير من اليوم دكتور إحنا ليش على طول أنا أقول من خلال مواقعي من هو الدكتور اللي يستحق أن نستشير أشلون نعرف أن هذا الدكتور رح يساعدنا بشكل صحيح أكيد لأنه لازم يشوفين تاريخه لازم يشوفين عملياته يعني أنا من الناس اللي أنا ما أقدر أروج على مراكز التجميل أي أحد يجي يقول لي تعالي تعالي مركز وتعالي فوتيمي وسوي لي ترويج ما أقدر لازم أنا أختار الطبيب اللي فعلا شفت عمله هو صحيح إلي البناتي الصديقاتي شفت تاريخه قدامي شفت قبل وبعد أنا أشوف الحالات اللي عنده من خلال شاشاته زين من حقي أعرف أشوف شغلة قبل وبعد لغيري حتى أقدر أؤمن بي وأسوي عنده وأكيد هذي لازم إحنا نسوي سيرتش على طول من نستعجل بهذا القرار يعني أنا مو مثلا لأن أنا خشمي محلو وأني سمعت فلان دكتور العفو فلان دكتور لازم أروح لي لأن هذا لا أسأل أسأل وأتطقس وأتأكد يلا أقدم على هاي الخطوة يكون دكتور معروف وإلى مكانتها بالمجتمع الطبي نعم ستكورو يوم بما أنه اليوم تختصين أنت بالميكوب والشعر وهاي الأمور كلها اليوم المرة تقدر تطلع بدون ميكوب وهذا الشي رح يقصر على أناقتها وشن الأشياء اليوم اللي إحنا نقدر نتخلى عنها بالميكوب من أخذها ويانا أو قزي مثل إحنا نطارعين أكو الشي لبعض الغراب تخص الميكوب شن الأشياء اليوم نقدر نتخلى عنها وشن الأشياء اللي ما نقدر نتخلى عنها شوفي هو الجمال الطبيعي أكيد ماكو أحلى من عنده هذا ما تقبل غلط بس مو غلط إذا أنا أجمل نفسي ببعض المستحضرات ضيف الوجه بحجة أكثر نعم لمسات أكثر لمسات أحلى مو غلط فالمرأة يعني أبسط ما يكون لو تريد تخلي بجنتتها مجرد هيش أشياء خفيفة اللي هو الكونسيلر اللي هو نقول اللي يغط شوية نوعا ما الأيوب والهالات السودة تحط لها فاتمسكارة بسيطة تحط لها مثلا فاتكوحلة بسيطة لو والما تكوحلة يعني كوحلة السودة لعيونها لا شعر بسيط يعني مو شرط إلا تكون مغذات جنتتها مليانة عدة من الكونتور ومن المسكارات ومن الشدوات لا 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 تقدر هذه لو علاقة حمرة ومسكارة بسيطة وفاتكونسيلر بسيط تطلع جميلة جدا طيب ستكارو هل الموضة والستايل الحديث هو امتداد من التراث أم جميع الموضة مستحدثة لا هو أكو بعض الستايلات هي امتداد للتراث وأكو موضة حسة حاليا تتأثر بالتراث وأني من الناس اللي كلش أحب أخلط بين التراث والحداثة يعني ألبس الحداثة بس أدخل بيها هالفضيات أطعمها بالفضيات التراثية العربية أحبها فلا أكو موضة موضة حديثة لا تحاول تأخذ بعض الأفكار من الموضة القديمة والموضة التراثية الأزياء التراثية صار موضة 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 اليوم كل هذه الأزياء ذكرتها ستكارو شو الألوان اليوم تكون رائجة بفصل الصيف القادم ألوان قصصة اللبس كل الألوان الباسس اللي هي الأغضر الفوشية الأورنج كل هذه الألوان هسا دارجة هاي الألوان اللي كلش اللي تططف بالبهجة نعم تططف بس همنا يعني يعني مو مثل غير ألوان اللي أنت متعودة عليها الألوان الأساسية بس هاي تكون هسا موضتها يعني نعم ستكارو نعم ستكارو نعم ستكارو خلينا نروح إلى فاصل ومستمرين مع مورننج لايف راجعيكم نرجعنا من بعد الفاصل مستمرين يا ستكارو سامي كمؤثرة اجتماعية ومختصة بالتجميل اليوم لماذا الجميع أو الكل يريد يحصل على الشكل المثالي هل هي موضة أم شي مستحدث مستحدث لأن إحنا دخلنا بعالم الميديا اللي هو هذا شي جديد علينا ودخلنا بعالم التأثير فنوعا ما إحنا واجهة بس أنا أقول المثالية الزايدة مت زايدة أعداد ووطنطي قيمة للتواجد بس بنفس الوقت ما أطلع مبهذلة يعني أنا من ده أطلع ده أعكس فتشغلة من حياتي أحاول أثقف بيها اللي دي تابعني أو يتعلم فعني ليش أعلم الشي المبهذل ليش ما أعلم الشي المرتب بس أنا بنفس الوقت ما أطلع 24 ساعة أنا فرحانة 24 ساعة أنا كلش مرتبة 24 ساعة هذا الوجه ممسقل يعني مرات أطلع من غير فلتر أحسسهم بأن أنا ثقة بنفسي عالية يعني أطلع من غير فلتر بس بنفس الوقت تلقوني حاطة فلتر يعني تغيير نعم مجرد للتغيير فقط بس ما مفروض أخلي هاي الصورة المثالية هي لما أشوفني الناس من بعدها تتفاجئ بيها هاي أنت ليش أنت حاطة هالفلاتر وانت شو أنت مو أنت يعني نكون نحن نكون طبيعيين مرات الفلاتر أثرت على جمالنا جدا اليوم جمال البنات والشباب صار مصطنع بسبب فلتر الاسناب الانستيقرام مبالغ بي التيك توك مبالغ بي صح مبالغ بي العيون مكحلة من نتيجة الفلاتر اللي موجودة هاي مرات احنا نخليها من نكون كل اشتعباني اللي وش أطلع وجتي تعبان والهالات مثلا تعبانة تعبانة يعني آني تعبانة مو شرط مثلا يعني اوكي الصبح قاعدة بس آني تعبانة فخلي أمطيلي أضيف لي فد فلتر حلو هاي يسحب الوجه على متأطلع فد إشراقة حلوة يعني شكل حلو بس بنفس الوقت ما ألغي هذا الوجه الطبيعي اللي اللي ناس حبتني من خلال هذا الوجه صحيح هاي مرات احنا كل شخص يستخدم فد فلتر معين بي صح واني مقتنعة كل الاقتناع بنقاني هذا الشكل الحقيقي للفلتر يعني حتى مرات اشوف روح اقول لا اني هذا مو نفس شكلي ماني الصور ماتي اللي ااخذها بتلفوني بجهازي تختلف عن هاي الصور مقتنعة اقتناعتهم بنقاني الشكل لشكل الفلتر يمكن انتوا همن تلاحظون من خلال احتكاكم بالمجتمع يمكن مرات مني يشوفوكم يقولون هاي مو انتي اعلم اشو اصغر صحيح لان الكاميرا تكبر بنفس الوقت والفلتر مرات يشوه الفلتر تتشوه يعني يمكن يظهرون الخشم بشكل كلش مبالغ بي العين تتكبر بشكل كلش مبالغ بي صحيح يامح الوجه عبوالك تتغير ولا كأنه هاي الشخصية بالتالي ديتعرضون المشاهير مالتنا للانتقاد يطرعون مثلا بفيديو لايف على الانستجرام لا هاي مو انتي لا انتي شنو لا بيتشي اذن انتي انسان مصطنعة فاليوم احنا يا راية نبتعد عن الفلتر اليوم ننصح الشباب وبنوت او استخدام فلتر خفيف هاي ما نبتعد لا مقتلش مرات تحتاجيه من تكونين تعبانة بس بنفس الوقت لا تقودين جمهورك بان 24 ساعة انتي هذا شكل شنين من راح يشوفوك بالحقيقة راح يفزون لا كوني طبيعية ستكارة سامي كخبيرة تجميل ومؤثر اجتماعية طبعا نورتنا وشرفتنا نورتنا ورمضان كريم معي اهلا واستهلا شكرا نورتنا اليوم برنامج مورننج لايب شكرا جمانا خلينا نحكي على الفلاتر بصراحة الفلاتر اليوم صارت هوس بالنسبة لنا للجوان مو بس عمليات التجميل او تغيير الشكل تغيير الجسم والخشم والعين الى اخرهي اليوم ده يعني السناب شاد بي فلاتر او بر يعني بحث اكون فلتر من الفلاتر البار حاني ده اقلب ده اختار فلتر بصراحة خفيف ليش؟ لاب بالتالي احنا جواننا الحقيقي ده يروح من ورا الفلاتر الناس اللي ده تشوفنا حتى انتو كشباب بيناتكم كصديقات يوم عودة هاي فلتر محقيقي جمالها وليش والعركة اللي صار من تاخذين الصورة انتو صديقاتك يوم دريني اخص صورة لا انا صديقتي لا انا اختي لا انا الفلتر ما علي ليش اتباس عليك لا زين طيباني هذا الفلتر مو مالتي اقلت خلينا الفلتر مالتي الله انا اخذيها الصورة اي مشكلة صحيح مشكلة العصر هذه خلينا ننتقل من هوس الجمال الى موضوع جدا مهم مشارك احنا اليوم يعني بصراحة محورنا ومحاور برنامج مورنينج لايف رح يكون عن المرأة اليوم المرأة المطلقة اليوم مشاكل المرأة المطلقة ونظرة المجتمع لها طبعا يوضح دكتور جمال فرويس تشاري علم نفس ان اليوم المرأة المطلقة ينظروا لها المجتمع كظالمة خلينا نحكي بهذا الموضوع وهي ضيفتنا مريم سمير باحثة اجتماعية واكاديمية اهلا وسهلا بيتش مريم نوارتي مورنينج لايف مورنينج لايف شكرا رمضان كريم عنيات رمضان مبارك رمضان مبارك علي تشين عاد عليك بالصحة والسلامة شنو هالورد الحلو شنو هالجمال شنو هالوجه السمح الصباحي خلينا نحكي على المرأة المطلقة ونظرة المجتمع مثل ما قلتش دراسة يمكن عن طريق الدكتور جمال فرويس استشاري علم نفس قال اليوم نظرة المجتمع للمرأة انه هي ضامة وبالوقت اللي تكون بيه في امس الحاجة لحنية المجتمع لشفقة المجتمع بحالها لانه اكو اسباب مبطنة احنا كمجتمع شرقي منوضحها خوفا من نظرة الاهل لأقارب الاصدقاء الى اخره ليش اليوم المرأة المطلقة ظالمة شوفي اول شي البرمج العقلي اللي تعود عليها المجتمع العراقي والبيئة اللي تربى بيه هي احد الاسباب المؤثرة اليوم بالنظرة اللي نظروا لها بحالة احنا حتى اليوم الشخص اول منه دراسة رح يتبرمج عليه اللي هو والده والدته تعلمه وعليه من اجدادنا وابأنا وخالاتنا صراحة فالموضوح هو كله متعلق بالبرمج العقلي انه احنا اليوم شو نتبرمج انه اذا مطلقة انه هي عليها سمعة غير جيدة اذا انسان انفصلت معنات انه هي السمب لكن بعض لو ننظر للموضوع من ناحية اخرى حنشوف انه بعض الانفصال هو انفصال صحي لانه هي اممكن شانت فيه علاقة سامة او اممكن هي ما كان اكتوافق فكري بينها وبين زوجها او اممكن اكتوا ظروف انه مرات المرأة عدفت طاقة محددة اذا توصل مرحلة تقولك اني بعد ما عندي خلاص انه نانا ستوب اريد اني اعيش باقي عمري اكون مرتاحة او بنفس الوقت اممكن ابلش يعني اعوض الايام اللي راحت بس احنا ما عندنا هاي الفكرة انه لا هذا انفصال صحي انا اتخلصت من علاقة سامة او بالوقت ذاته انه انا اليوم عندي حق انه انا عشي حياتي اللي اريدها لكن بعدنا احنا متبرمجين على هذه التفاصيل انه عيب وميصر وحرام واحنا لو رجعنا اصلا الموضوع العيب والحرام راح نشوف الاغلب هو ممطبقة ما اخذ الاشياء السطحية بس بالعمق هو محد اصلا انقوم بقصراحة صحيح صحيح طبعا هاي حالين تطلبوا الطلاق وذا تطلق تعال عادوا اسمع الحاج يقومون يقعدون شي صار ما يصر انت مطلقة كأنما كلمة الطلاق او كلمة مطلقة جريمة هاي حالين ده صير صح ست مريم يا مش الاختلاف من الناحية الاجتماعية اذا نجعلها ليش الناس تتقبل المرأة الارملة اكثر من المرأة المطلقة هذه اللي انا حقولك هذا قضاء وقدر او هي ممكن تعرض زوجها الحادث او شو بينهم وهذه مقضاء وقدر والدليل شوفي انا دائما اقول مرأة بعد ما تنفصل شوفي يصر اكثر جمال وتهتمي بنفسها اكثر وهي التفاصيل لان هي اصلا من كانت مرتبطة بهذا الشخص سواء كان والله جهد ممكن كان غير مسودة في حياته فبالوقت ذات راح تشوفي ان هي ستكون اكثر اطلاع على حب الحياة لان السبب يرجع ان هي كانت مركزة كل اهتمامها لهذا الشخص من طيتها من جمالها ومن وقتها ومن طاقتها بس خلاص من توصل مرحل ان هي اكتشفت الامكانية ماكو سبب نستمر به خلاص هذا الجمال والاهتمام كلها راح يكون لها نفسه فهو هذا السبب مرأة تقول لا هي لازم اعيدها شيفة هي تتتمي بنفسه وتتطلع بشيه صحيح او اعادة التوازن النفسي اللي هي ضغط المجتمع وضغط الاهل وضغط الاصدقاء يخليها تدخل بمشاكل نفسية وبالضبط بمحاجة اصعب المحاجة اليوم خلينا نحكي على الرجل ليش الرجل لما ينفصل بسرعة يقدر يتزوج والمرأة للأسف تتمر قتلت شبيه ثلاث مراحل صح الي هي الى اخر شوفي انا دائما اقول للاهلي او حتى مع بعض الزملاء محترماتي اقولهم احنا الفترة الاخيرة يعني كنساء صرنا نحس انه حتى مفهم الرجولة اختلف عن قبل يعني صراحة اختلف انه هذا نقول هذا رجال حقيق انه هو يقدر يكمل حياته او هو حتى انه هو مؤهل انه يكون مقبل على الزواج لهذا دائما انصح انه ضرورة تكون اكو دورات صراحة توعوية او تثقيفية اللي هون مقبلين على الزواج المخطوبين حتى هذا الموضوح هو جدا ضروري بس اليوم اذا قلتنا مفهم الرجل انه هو تبرمج انه هو السيد و لازم خلاص كل التفاصيل تكون هي متاحة الى وهو هذا الشيء طبيعي لانه هو البرمج العقلي اللي احنا نرجع نقول انه المجتمع تعود على هذا الموضوع فصار تطبع فصار تطبع خلينا نشوف اراء الشباب والبنات في الشعر العراقي مع استطلاع مع امير الخفاجي نشوف الستلاسة فاضلي على الشاشة صباح الخير زملائي العزاء اليوم موضوعنا رح يكون شوية حساسي الحديث عن المرأة المطلقة هل هي اثبات وجود ام نظرة سلبية ينظر الها المجتمع صح هذا الموضوع حساس لكن رح نستطلعه ورح نشوف الناس شو يقولون عن المرأة المطلقة خليكم يعني انحنيها اكو اسباب قاهرة اللي وصلتها لهذه المرحلة سوى ان كانت هذه يعني بكل الاحوال سوى كانت الاحوال الاقتصادية خصوصا الاحوال الاقتصادية او جزء يتحمل الرجل من هذه الاسباب وهي عدم الافاة بالحياة الزوجية المستقلة والله هي بمجتمعات العالم بسرعة وليس بالعراق المجتمع المطلقة مسألة عادية طبيعية الله قدر هذا الشيء هذا وتصبر عليها والمرأة صابرة ومجاهدة العراقية على كل امور يعني صبرت بيها لان كلمة وظروفها يمن تطلق مو الا مثل ننظر الها بناظرة دونية لان دونية حشا هي ذيش اللي تنحرف الى غير طريق انسان المطلقة طلقت على سبب يا اما انه اكفت مشكلة بينه وبين رجله او اكفت مشكلة كبيرة اكبر من حدها وشافت انه طريق قوي هذا الشخص مو صحيح بنا احنا المشكلة المشكلة هو من الزوج وحبل ثلاثة لأ اربعة زي المرأة شو راح تكملوها من تطلق المشكلة شكلك هاي مطلقة هاي مطلقة محد يقلدها ومحد ياخذه فالمشكلة بنا احنا مو المشكلة بالمطلقة مشكلة بنا احنا المشكلة كو اكو بعض الشباب او بعض الناس اللي ينظر المرأة المطلقة انهم في شي تافئة او لا بالعكسية اكو مرات علاقات بين المرأة والرجل ما ضابطة سادة المشاهدين وصلنا وياكم الى ختام فقراتنا لهذا اليوم نتمنى لكم طيب المتابعة تقبلوا تحياتي عن امير خفاجي وهذه عودة الى برنامج مورنينج لايف طبعا شكرا الى زميننا امير الخفاجي على هذا الاستطلاع اليوم اخذ اراء الناس حول نظرة المجتمع للمرأة المطلقة طبعا شفنا الاغلبية اليوم تشاناوية المطلقة وقالوا في الشي طبيعي وقضية اجتماعية طبيعية والاقلية رفضوا هذا الشي اليوم بدنا نشوف هذا العدد ست مريم من دا يتقبلون فكرة مطلقة ليش اذا احد من اولادهم رادي تقدم للمرأة المطلقة يرغضون ما هم متقبلين الفكرة احنا بدنا نحكي اياه موضوع عادي وكل اثنين متفاهمة وصارت عدهم مشاكل وانفصلة وهي بالتالي من الزوجة زواج حلال اليوم ليش اذا احد من اولادهم رادي تقدم للمرأة المطلقة يرغضون رفضتان وقطعي ما بي اي لا ومو بس هارت تدري اذا اراد اززوج اجنبية وكانت منفصلة هذا الموضوع تكون طبيعي لكن اذا كانت من نفس بلد او عراقية سهد علي الموضوع سهد علي الموضوع يعني بضبط دخول الرجال الى موضوع وظاهرة تزوج الاجنبيات يمكن هسه كلش صارت ترند اصلا عندها اطفالي قام يجبوهم الى عراق وموضوع جدا طبيعي لكن الموضوع اشوف ان هو اصلا هو الازدواج الشخصية موجودة عندنا بكثرة حتى انا اكونش واقعية ازدواج بالشخصية وانه انا اتكلم بشي بصورة سطحي لكن بداخلي انا اصلا ما راضة عن الموضوع ليش انا والدي ما يقبل الموضوع اليوم احتاجه شوية ثقة بالنفس ونفس الوقت انه يكون انسان واضح وهي ذاته الوضوح مع الاهل او الوضوح انه انا بالاختيار اذا اتدخل او الاهل انه اني خلاص مختار هذه حياتي الزوجة انا اريد اكملها مو شرط ممكن اليوم اذا كانت المرأة من فصلة انه بها سبب معين وهذا اشيان اشوفها قبل فترة شفتها من احد الاشخاص يعني مثلا واحدة من باترة اتطلع اللي اعرفهم من الاقرباء قال لا انت مطلعين انت كذا وانت كذا انه خلاص هي مرت بتجربة وما نجحت بيها خليها ان الحياة مستمر خاصة انه يبقى عمار صغيرة يعني موقفة الحياة على خاصرات والمظلمات بالبداية انا ذكرت انه دكتور جمال فرويز استشاري علم نفس قال انه نظرة المجتمع على المرأة انه هي ظالمة ولن ننسى انه هي بيأمس الحاجة لنظرة المجتمع للعطف والحنان حتى ترجع للتوازن النفسي اليوم اريد احول لنفترض لنفترض اليوم نظرة المجتمع تتحول الى الرجل انه هو ظالم وانه هو بيأمس الحاجة للعطف والحنان ماذا رأيت؟ صح شوفي بس كل التفاصيل انا اقول كل الحياة لازم يكون بها توازن سواء بين الرجل او المرأة خاصة ان اليوم العلاقات اذا كان مبدأه ان ارتبط بهذا الشخص حتى اطور روحيا وعقليا وفكريا وهو تفاصيل هنا لو تحولت للرجل ست بس جاوبين على لو تحولت للرجل ايش رح يصير لا انا هاش رح تختلف هاش رح تختلف اي نعم اكيد وبنفس الوقت رح يصير رجة كبيرة وراح يصير هوا تفاصيل ووصل لكم قضاية رأي عام لكن بالوقت ذات قلت لك انه كل المجتمع في صورة عام هو غير منصب هوا تفاصيل مريم سمير باحثة اجتماعية باحثة وايضا صحفية نوارتين نوارتين شكرا وحبيت بصراحة العفوية مالتتش وانتي جدا انسانة واقعية فبرابا عليك شكرا جزيلا ورمضان مبارك عليك شكرا جزيلا شكرا جارتي اليوم نغير نغير فكرة ونظرة المجتمع يمكن قالت مريم انه اليوم احنا كمجتمع دنقول انه المرأة هي ظالمة بس بالتالي المرأة تتعرض لضغوط نفسية خيانة ضرب الى غيرها احنا اليوم ما نعلق على الحالة بشكل بصورة خارجية اليوم ندخل للعماق اليوم احنا كشباب وبنات وكمجتمع وكأهل وكأصدقاء وأقارب اليوم لنا اخذ من المظهر الخارجي اليوم لازم نسأل ونستفسر ولنظلم المرأة هذه نظرة المجتمع المؤذية جدا للمرأة هي اليوم اللي اختارت تكون هذا المكان بس احنا اليوم من خلال برنامج وموضوعنا عن رفض كلمة المطلقة بمجتمعنا احنا نقول لها لازم تتحدين كل الظروف وثبتين نفسك وتواجهين المجتمع رغم قساوتين لان اذا استسلمتي للواقع الحال رح تبقين ضعيفة بهذا المجتمع خاصة المطلقة المراهقة اللي لستزوج كزواج مبكر اليوم المراهق بشكل عام يتعرض لحالات غير متزن بعد مواعي بعد مداخل بسن الرشد فبالتالي نروح لموضوع المراهقة اليوم مراهقي ومراهقو العراق يقال انه يختلفون كل الاختلاف عن مراهقي الأجانب اليوم المراهق دا يتعرض لحالات من التنمر انه ليصفون المراهقة كأنه هي جريمة انه انت مراهق انت مجرم انت غير متزن انت عندك انفصام انت من تعرفش تريد اكتشاف الذات ما عندك فاليوم شين رايش بالمراهقة طبعا فترة المراهقة تعتبر من اخطر وهم المراهل اللي تكون بحياة الانسان فاحنا نوجه الاهل انه يكونون اكتر حذر وخوفا وحرصا على اولاتهم وبناتهم بهاي المرحلة ليش راح يكون هذا الشخص متهور بتصرفاته باختياراته وحتى بقراراته وتبدي هاي المرحلة وتبدي هاي المرحلة هي مرحلة احنا نقول تكوين الشخصيته ليش احنا دائما اليوم المراهق نضغط عليه ونخليه داخل دائرة يا انغام دائرة انه انت مراهق انت اليوم مرح تكون قد قراراتك طبعا بالفترة الاخيرة نشوف انه المراهقين مع الاسف يعني احنا نشوف بلخص مواقع التواصل الاجتماعي يعني احنا نقول مو عبالك يعني كلمة تربية مع الاسف ما مر عليهم يعني احنا مرح 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 نخص بهذه الطريقة احنا نقول الاخلية انغام احنا نشوفهم حاليا اذا تسمحي لي خلينا نحكي على مرحلة المراهقة اليوم مرحلة المراهقة هي مرحلة انتقالية من انه انت تكون طفل وغير ناضج الى انه انت تدخل الى عالم الشباب نقول الرجال والنساء تتغير عندك مراحل السلوكية والفسيولوجية السلوكية انه انت تكون غير متزن متعرفش تريد حاير بالاجواء المحيطة بك الصداقة تريد صداقة تريد حب تريد هذا العنفوان المشاعر بعدها غير متزنة والفسيولوجية اللي هي تغييرات الجسد النصوات تكيد تغير كرجل المرأة تبرز انوثتها اكثر فبالتالي اليوم رح يكون ويانا ضيف جدا مهم منو ضيفنا اليوم طبعا ضيفنا اليوم عن هذا الموضوع رح يكون ويانا ضيف عادل جبور مشرف تاربوي رح يكون ويانا اهلا وسهلا استاذ عادل نورت برنامج مورنينج لايف اليوم المراهقة نورتنا اليوم رمضان كريم نحضر تاربوي منتقاعد هذا اليوم متقاعد نعم استاذ عادل جبور اليوم شفت موضوعنا اليوم عن المراهقات وداما احنا نوصل اهل يكونون اكثر حدر وحرص على اولادهم وبناتهم لانتشوف سحانين المطبات كل مراهقة اليوم يحب التقليد صديق تقليد نجوم مشاهير اليوم احنا بمواقع التواصل الاجتماعية لنشوف كثير من الامور اليوم شو رح نقدر احنا نقول نحافظ ونكون اكثر حرصا على اولادهم شكرا جزيلا تحية لقناة السومرية ونحراراتكم ورمضان مبارك على العراقيين جميع العالم حقيقة هذا الموضوع خطير جدا ومهم جدا ومن الصعوبة ان يلمبي واحد في لقاء او في جلسة وحده خصوصا بالظرف الحالي اللي مربي الشباب العراقيين او الشعب العراقي عموما حضراتكم تعرفون انه المراهقة فترة من فترات عمر الانسان وفترة حرجه هي لانه انتقالية بين مرحلة الطفولة المتأخرة وبين مرحلة النمو يصادفهم متغيرات كثيرة هاي المتغيرات تلقي متغيرات قد تكون يعني فسلجية جسدية نعم السلوكية ايضا نعم يبدأ هو المراهقة سواء كان بنتا ولدي عاني من مشاكل التغيرات اللي تحدث عندها المتغيرات اللي تكون يعني هي مسألة البلوغ الجنسي نعم عند الفتاة الدورة الشهرية نعم عند الولد البلوغ الجنسي عند اختلاف الصوت كذا معرف غيرها من العلامات تسبب له فد مشاكل فد خوفوا فد نوع من الانطوار طبيعة مستمعنا وتركبة العائلة العراقية ومشاكل اليوم العراق والحياة العراقية ما خلت الاب والام يتفرغون لهكذا عمر لابناهم يتعاملون يهم بفهم وبحوار انعكس سلبا ايضا بما انشاهده من تنمر ومن احتداءات لان الانماط المراهقة حقيقة هي قد تكون اربعة او اكثر من اربع انواع خلينا نحددها اي نوع منها استاذ المتكيف اللي يكون طبيعي جدا هذا ما انخذ هذا التكيف من طبيعة تركيبة عائلة الشرعية عائلة هادئة عائلة متفاهمة عائلة قادرة ان تستوعبه وان تهيئة وان تستقبل المتغيرات اللي بزوح من الفهم والثقافة والوعي والنوع الثاني اللي يكون انطوائي ومن سحب يصطدم بهذه المتغيرات اللي استرعده وما يجد شخص بالعائلة يتفهمه ويفهمه او يتعاملوا كأنه شخص اصبح بعمر ما يفترض ان يملأ عليه بما كان به طفل نعم وهذه جزء منها المدرسة نعم هذا الانتقال بالمدرسة هو حينما ينتقل من دراسة الابتداد دراسة التانوية التعامل يجب ان يختلف معه هو ليست طفل هو اصبح بمرحلة يطلب من المستمع ان يحترمه يريد يستقل بآراءه بشكل يريد يمتلك رأي خاص به نعم استاذ عادل جبر كمشرف تربوي اليوم خلينا نحكي على بشكل اخص مراهقي العراق ومراهق اليوم البنات والشباب بشكل عام العراقيين المراهقين اللي يختلفون يقال ان هم مختلفين عن مراهقي العالم البلد المستقر احنا كبلد بصراحة وضعنا متفجر لمدة 40 عاما فشن الاختلاف شن الاختلاف مراهقين العراق او مراهقين الوضع البلد الغير المستقر عن البلد المستقر استاذة اولا حضرت شدت يعني شخصت المشكلة وضعت لها الحل تقريبا بالمشكلة المراهقة ومرحلة المراهقة مو مشكلة هي مشكلة عالمية وحدة تختلف في تحديد السلم من دولة الى اخرى من شعب الاخر عفوا باختلاف حياتهم الاجتماعية بالعراق انت حضرتش وضعت يديش على الجرح احنا من 40 سنة نعم نعاني من حروب من وضع متفجر جدا والحروب تخلف ارامل وتخلف ايتام هؤلاء يفقدون العناية الابوية اضافة الى نظرة المجتمع لهم اضافة الى الوضع الاقتصادي السيء بالعراق من الحصار لحد اليوم هذه كلها تلقي بظلها على الفتي او الشاب او المراهق اللي حقيقة يبده هو يحيش عالم موردي بخيالي اليوم استاذ عدل شلون نقدر او نساعد بصنع شخصية المراهق العراقي بظل الوضع المتفجر لمدة 40 عاما وضعيتها غير مستقرات اليوم شلون نساعد انه نخليك مراهق طبيعي حال حال العالم الاسوء استاذة مسؤولة انها اطراف عديدة وليس طرف واحد الوضع صعب جدا ما يحل بوصفة سحرية انت حضرتك شب انت مجتمع عراقي انت اذا تلاحظين اكثر المراهقين حاليا مندفعين نحو سلوكيات عدواني احنا مراهقنا عدواني يعني التشخيص الاول لانه عدواني حتى داخل المؤسسة التربية هو عدواني ممكن حضرتكم اعلامين تلاحظون او تسمعون او تقرأون او تشاهدون اعتدارات حتى على المدرسين هذه ما اجدت من المؤسسة التربية هذه اجدت من البيت اجدت من المجتمع هو يلاحظ ويشوف اللي اكبر منه يسلك هالسلوك او طبيعة المجتمع المحتقن العشائري السلاح اللي مناسبه وبدون مناسبه يستخدمه هذه كلها وشعوره انه اصبح رجل واصبح كبير يرفض شخص يملي عليه اي ملاءات يتسم بالعنات لذلك حالها صعب اذا ما تتكاتب كل الجهود الاعلام جزء منها قبل اوكم متنفسات للشباب من بدء الخليقة لكن كانت تكونوا هذه الشباب تمتص جزء من هذا الاهتمام بالرياضة بالفنون بالمسرح بغيرها كلها مغلقة صحيح طبعا استاذ عادل اليوم شو رح نقدر نتعامل مع المراهقين اللي بها الفترة الاغلبية منعتهم يكونون اكثر تهور بتصرفاتهم باتخاذ قراراتهم وحتى بشخصيتهم شو رح نقدر نتعامل معهم وشنو اهم المحاذير المفروض يبتعدون عنه المراهقين عفوا احنا بظل وضع يعني غير السلوية حقيقة احنا نناقش مسألة المراهقة بشكل عام ونخلي امامنا مخاطر مجتمعية موجودة مثلا المخدرات نعم المخدرات من يصرح احد المسؤولين في وزارة الداخلية انه 50% من الشباب العراقي مدمن مخدرات هذا خطر يواجه يعني المجتمع ككل ليس المراهقين لوحدهم اثنيا التعامل اذا ما يكون بشكل مرن او سلسوية فالمراهق هو يتسم بالعنات وحاليا هو عنيد متمرد قد يجأ الى استخدام اي وسيلة لرفض الفكرة اللي تمليها عليها لذلك تلاحظين حتى حالات الانتحار موجودة حاليا او اكون مؤشرات انه انتشرت حالات الانتحار بين المراهقين اضافة للعدوانية والعدوانية ارتكبت خطورة اكثر باولا باعداد حالات الجنح والجرائم اللي تصير استاذ عادل انتذكرت القرارات الشخصية اللي هي العدوانية اختيار انه يتعاطى مخدرات انتحار الى غيره خلينا نحكي على القرارات الشخصية هل هي قرارات اللي تبدر اكيد من المراهق هل هي قرارات حقيقية او من فعالات صبيانية مؤقتة هي الثانية استاذي الثانية كونه اولا هو من هالمجتمع فالصبيانية اللي تصدر هي نتيجة هذا التحول اللي صار عنده بين الطفولة وبين مرحلة البلوغة أو مرحلة الشباب والاخرى مكتسبة من المجتمع هو داعش بمجتمع سمة الاولى العنف العنف الضفيلة في ملاحظة اخرى هذا عندما وصل عمر مراهقة فهو مر بطفولة قلقة انفجارات وقتل وترهاب وكلها اسهمت بخلق شخصية مهزوزة غير مستقرة خائفة مفاقد للامان المجتمعي نعم نعم شكرا اليك استاذ عادل طبعا يوم كان محور احوارنا عن المراهقة اهم المراحل العمرية واليوم كان ضيفنا عادل جبر مشرف تربوي متقاعد وشكرا اليك ونورتنا ورمضان كريم عليك مرة ثانية شكرا اليك شكرا اليك اليوم خلينا نحتي على يمكن نختمها بمرحلة المراهقة او موضوع المراهقة هذه الظاهرة اللي بصراحة يا ريت انه نحتاج من الاهل والمجتمع انه يكونون هما الدور الاول الاهل بالذات دور الاول انه هيئ المراهق اليوم المراهق بتصرفات غير عقلانية تصرفات ممكن ينسحب الى الصديق ينسحب الى عادة معينة سيئة فاليوم احنا محتاجين كمجتمع الى توعية الى نوادي ممكن تواعي المراهقة تأسس المراهق المراهق سوري الاهل جدا مهمين بهذا الموضوع نروح لتركيا مع علاء بتي نعرف طقوس تركيا في رمضان يا هلا علول رمضان كريم عليك رمضان مبارك عليك رمضان كريم عليك شنو هجام بالعافية بالعافية شنونك على شونة انغام شونة جمانة وكل اغلب الناس اللي زارين اسطنبول يعرفو انه يجوها سواح كل شو هواية سواح اجانب بالنسبة الي اعني مزارة تركيا بصراحة اريد اعرف الطقوس الرمضانية في تركيا مش عجب احبني مياك الله يخلي احتينا عن الاجواء الرمضانية اللي يمك اجواء العراقيين اللي هناك لين اجانب بيها هواية ولين سواح بيها هواية فمو مثل عراق مثلا المطاعم بيها مغلقة مطاعم مفتوحة وقت الصيام في اسطنبول او تركيا كلش طويل يعني صير الفطور تكريبا ساعة 8 الى 10 بالليل فالشمس يعني تغيب تكريبا سبعة ونوص هي تشي يعني تغيب الشمس فيصير الفطور ساعة 8 الى 4 اجواء الجنن الغام يعني احنا حاولنا ان اخذتم بجولة رحلة انا وشباب طبعا انتقاء قروبي حسن ومحمد سلام عليكم رمضان كريم عليكم رمضان مبارك عليكم حبينا ان اخذكم برحلة بالباخرة بس هو هواء عالي صوت واضح متعلم على هذه الاجواء والرحلات ايه متعودة خلينا نحكي على هذا امين انه واحد من اجمل الاماكن في اسطنبول يعني كل سنة يجي اذا ما يزور امين انه اقول لك ممسافر تركيا اصلا بها اكثر من وسائل النقل بها اهم وسيلة واجمل وسيلة اللي هي العبارة شوفوا اللي اذا صيح نعم تاخذ السواح المسافرين الى الجانب الاسيا ومن الجانب الاوروبي الى الجانب الاسيا كل البلدان ذا كانت في الشرق الاوسط وذا كانت في اوروبا لكن ارتفاع الدولار امام الليرة التركية اثر تأثير واضح على التجارة في اسطنبول كل الموادر تفعت مو بسيتي حتى بضاعة ماكو قبل كان التاجر او المساح اللي يجي الاسطنبول تبضع ويسوي كل شيء باسعار حلوة لكن هس من ارتفاع يعني الليرة التركية نعم تأثير واضح بس كل الاسعار صعدت يعني قبل كانت الليرة انا اذكرها اواصلها 100 دولار 400 ليرة حتى صارت ب 1500 ليرة نعم دعوكم هاي الاجواء انغام شوفنا 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 تكون بامينانو دول المواهب اللي يجون دائما في مدينة امينانو او في منطقة امينانو عازفين مغنين فسواح اللي يجون يصورون اسنابات ويوثقون هذي اللحظات اللي تكون كلش حلوة علا اكم سحراتي يمكم سحراتي حلويات التركية تخبوا لحجيني ذكرتيني عذي علة انغام نايم بالفندل ساعة ثلاثة ونصف سمعت المسحراتي قلت مستحيل هذا المسحراتي بتاعت البايكون لقيته وبطبل وهي شيء يعني ما اخذ يعني شون هاي العادات اللي عندنا والمسحراتي اللي موجودة عندنا بوقت الفطور اجواء تصد جنن انغام علا اي يقولون اكو مدفع يقولون اكو مدفع ما الفطور بتركيا ببعض المناطق التركية اذا قالوا اكو مدفع يا عاني ما اشفت بصراحة الله يخليك رح يمن المدفع والله ما كان غام ولو اكو مدفع تاريحة يمي بس الحلو اكو نكتر انبه عليها عن غام انه اللي موجودين حاليا باسطنبول كلها ماخذ حريتها صحيح يعني الصايم صايم الفاطر فاطر حرية شخصية نعم نعم لابسين براحتهم قاعدين براحتهم يطبون يتونسون يتبضعون كل اللي يساووا كلها حرية شخصية عندهم مطبيعية هذا اجمل اشياء ونطفى ايضا اريد اوضح لها نتمنى نكون بالعراق اللي هي وسائل النقل او المواصلات في مدينة اسطنبول ولا ارواح ترامفاي مترو عبارات بواخر تنقل الاشخاص بحيث لا يجعلون شخص يحتاج أي شيء وبنفس الوقت حتى اللي عندها سيارة يركن سيارة اللي تعرفين شوارع اسطنبول كل الزحمة يضطرون يتركون سياراتهم ويستخدمون وسائل النقل لترامفاي والمترو حتى يذهبون الحلويات التركية كلش مشهورة بتركيا الحلويات التركية الرمضانية سولفنا على الأنواع خلينا نعرفها أنا ولا لاحظة تركيا سولفنا نحب الحلو يعني مصطفى باشا واحد من أهم الأماكن اللي هو يبيع حلويات وأشكال وألوان بحيث اللي يطب أي شخص يطبي حير حير شون اللي يأكله شون اللي يتبضع عن الجهوة الحلويات يعني أشكالها وألوانها وألوانها أنا بصراحة ما أعرفها يعني عرفت البقلاوة التركية البقلاوة البقلاوة التركية اللي عرفتها البورمة للبابي سيبتها الجهوة بصراحة يعني ما أعرفت أنغام بس أنا أقول تشكوا شي يعني تختاري وتاخذي لا على بمواني هنا بالحلويات تأخذ الحلويات تطلع للبيت معروفة بالحلويات على اليوم أنت ذكرت اليوم أنت ذكرت بعض الطقوس الرمضانية اللي يمك شنو اليوم الأجواء اللي تكون أنت واصدقائك بعد الفطور شنو الأجواء ذولك روب وياي دائما كل سفرهم وياي نفطر يعني طراحة بعدها نروح شوارع حلوة مثلا أرتكوي أرتكوي مكان كلش حلو بمنظر اللي هو جسر بسفور نعم لو نروح شارع تاكسيم شارع تاكسيم هو واحد من أهم الشوارع في مدينة اسطنبولي أيضا قبل كورونا كانوا يذكرون أنه يوميا هذا الشارع يزوره أكثر من 2 مليون سائح ومواطن يعني يدخل لهذا الشارع يوميا 2 مليون مواطن بين سائح وبين مواطن تركي لهذا نروح هنا كل الأجانب كل العرب كل السواح هم يقعدون بهذا المكان حبيت أجيبكم بهذا المكان جمالة لأن بصراحة يعني كل الناس اللي قاعدين هم ماخذين الرئيس راحة راحة نساعة نساعة ربع ساعة نساعة أماكن الحب والحنان هم يكون هنا موجود نفس يومي الدرما ضروري الصغار صغار رمضانية مهمة شأن التقريب درما على على في تركيا شفنا ويا على بتي جولة جنن وشفنا طقوس رمضان في تركيا أنه يتخلى لها المسحرات وسمعنا أنه أكون مدفع في بعض المناطق التركية محافظين علي الحلويات التركية لا يعلى عليها وصلنا إلى فقارة المؤرخ اللي احنا كلنا نموت عليها الرمضانيات وأكيد نحن على آخر المظاهر والعادات والتقاليد المستحدثة والقديمة وشلون اليوم نوعي أكثر بطقوس رمضان ست عواطف الخفاجي مؤرخة نورتي مورنين لايف طبعا نحن 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 عن رمضان شهر تغيير أهلا وسهلا أرحب بحضراتكم وأشكركم على هذا البرنامج الجميل كنا متابعي طبعا وإذا بالدوام نجي بالليل هل نشوفه كل على الوتيوب ست عواطف شكرا خلينا ندخل دايركتلي بموضوع طقوس رمضان نحن نلاحظ يمكن في تركيا قال على موضوع جدا مهم أنه المواصلات كل شي بتوفره بكثرة هناك اليوم نحن والشوارع أكيد مفتوحة اليوم نحن نعاني أنه بعض أعمال التأهيل موجودة والإكساء وفك الأختناق وتنظيم الشوارع في بعض المناطق هل نحن بحاجة لهذا الشيء في رمضان بما أنه أكو اختناقات أكو مشاكل شنو رأيش بعضي الظاهرة بالتأكيد نحتاج أنا من ضمن الناس بالدعش طلعت من مكاني حاليا يا الله وصلت فنحتاج فقط الصبات نرفعها نوسع في الشوارع بالذات في أوقات النهار أوقات اللي قبل الإفطار هذه جدا نحتاج ولكن المرور من شفتهم يعني جدا 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 متعاونين بشكل المرور يعني تحياتنا أكيد إلى سلك المرور سلك الشرطة ينطيكم العافية على هذه بصراحة بحيث بس قلت له عندي لقاء وقفوا السير ومشاني قالهم بس سيت الدكتور هتفوت وأني هو يعني قطعها فشيء جدا جميل وعاليا صار طبعا ستعواطف اليوم من الممكن يكون شهر رمضان أفضل مناسب للتغيير والتأثير الذاتي للشخص أحسنتي نبدأ بالآية القرآنية التي هو فقط سورة البقرة هي فقط التي تخصصت بشهر رمضان ومن ضمنها آية بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس فنجي إلى كلمة صدق الله العلي العظيم نجي إلى كلمة هدى للناس هي التي تعني لكل المعنى الأخلاق تبدو بالأخلاق الدينية نعتبر رمضان هذا رصيد عبادي رصيد عبادي بحيث أستغل أنه إحنا ضيوف الرحمن فيجب أن نكون ضيوف ضيوف على قدر الاستضافة بالأخلاق الأخلاق الدينية نبدو بيها وأخلاقنا بالمجتمع طبعا أنا دائما مع الرجل في كل شيء لكن في شهر رمضان يعني عندي نعتبر من الرجل طبعا شهر رمضان يخلي الإنسان يكون أكثر مسؤولية من باقي الأشهر يعني دائما يخلي شوفوا كل شهور كل أيام السنة يجوز ما يفكر يكون أكثر مسؤولية من ناحية شنو من ناحية أنه يساعد الناس أنه يراجع أغلاطها يفكر بأمور أي تصرفات كان يسويها أغلاط يحبي صحح من نفسه فكل هذا اليوم سيكون بشهر رمضان يعني نحن مو بس شهر رمضان يعني مفروض طيلة الأيام هو مفروض بيها مستمع لكن نعتبر شهر رمضان بداية لنتحسن ومن ثم نستمر علي فأني من قلة الرجال الرجال أولا أنه بشهر رمضان يقطعون التدخين فمن يقطع التدخين شي يصير عند عصاب فهذه وين يعكسها إحنا لا وأكو يعني شوية شوية هذه تعلمها على الصبر وشوية شوية أكو اللي قطع التدخين واستمر السنة كلها مستمر أنه قطع فهذه أيضا فائد فتعواطف يعني أنت ذكرتي موضوع جدا مهم أنه رمضان العلاقة بالجهاز العصبي بشكل فضيح خاصة على الرجال أنه اللي يقطع مثلا التدخين أو مثلا فدعادة معينة يمارسها قبل رمضان بالتالي ده تأثر على أعصابها اليوم شلون يعني ممكن أنه نهيئ بيئة أنه نسيطر على أعصابنا لأنه للأسف العائلة هي المردود السلبي عليها الهدف للرجل والمرأة أيضا أكيد بالضبط هي المرأة اللي حتكون وبالبيت أو كمو بس يعني إحنا ليس داخل المنزل فقط للخارج نعكسها بالمجتمع أحيانا الموظف يعني مجرد السلمين عليها تلقي متعصب ورأسا شنو رح يكون جوابه أنا صايم أستغفر الله أنا صايم لا ما ممكن هذا الشي يعني إحنا المفروض تسامح بيناتنا فحتى الرسول سلام الله عليه أوصانا أنه حتى لو أحد أساء إلك في شهر رمضان قل اللهم إني صايم فالله سبحانه وتعالى حيفتح لك أبواب الجنة جميعا كلها ويغلق عنك أبواب النار فهذا تأديد من الله سبحانه وتعالى التجئ نرجع إلى الأسرة ما أبين أصبيتي أمام الأطفال لأن إحنا نعتبر شهر رمضان هو شهر تدريب للطفل إذا نتذكر كنا من شنة صغار يعلمونا صيام المتقطع صيام العصفورة نعم صيام العصفورة ليش؟ لدي علم الطفل على الصبر حتى من يكبر ليه يتعصب ليه يتضجور ليش صيام العصفورة؟ العصفورة هو لحد الساعة 12 ظهر ويبدأ يفطر فصيام متقطع العصفورة تأكل أكلها متقطع معدتها صغيرة فإحنا نسميه صيام العصفورة ومنظمنا أولادنا وعلمنا أيضا رمضان أنه ناخذ أولادنا تعرفون التعليم بالصغار مثل النقش على الحجر فنأخذه حتى من أوزع للجيران هذه عادتنا الحلوة العراقية ومستمرين بها من نبادل الأطباق فأهلنا موصلين أنه ناخذ أطفال نويانة من أن نوزع الأطباق حتى الطفل تبقى بالها هذه الفكرة ومن يكبر يبدأ يكررها ويمشي عليها سيد عواطف خلي اليوم نوضح أهم الشعائب الدينية والعادات والتقاليد اللي ارتبطت بشهر رمضان أكيدك هو من العادات والتقاليد وأيضا المناسبات التاريخية بهذا الشهر شنو أهم شيء؟ أحسنتي عدنا أهم مناسبة عدنا مناسبتين بشهر رمضان هي اللي احنا نسميها الماجينة ولادة الحسن عليه السلام عليه السلام وهذه من مر الأصور واحتفال الرسول عليه الصلاة والسلام بولادة أول حفيد له وتوزيع الحلوة فهذه احنا أخذناها عادات وتقاليد والمناسبة المهمة اللي هي تنزيل القرآن القرآن هو دستور الإسلام والمسلمين اللي من عنده نتعلم نتعلم الشيء صحيح ونتعلم أنه الإسلام جدا بسيط وجدا سلس إذا تعلمناه صحيح فنزول القرآن هذا يعني فهد حدث عظيم جدا والله سبحانه وتعالى وين حدده في هذا الشهر وحدد ليلة القدر تكون خير من ألف شهر فهذا جدا مناسبة عظيمة خلينا نحتي على رمضان هذه السنة اختلف عن السنة اللي فاتت بما أنه كانت كورونا جائحة كورونا كل شيء مسيطرة على المطاعم على الكافهات دا نلاحظ هذه السنة أنه الشباب والشابات داي تجهون للكافهات والمطاعم أكفة حميمية دا تصير لعب الورق لعب الشطرنج لعب المحيبس أهم شيء المحيبس طبعا فخلينا نحتي على الاستقرار الأمني والازدحام الشديد بالمطاعم يعني ما شاء الله الشباب والبنات الساعة ثنتين صباحا دا يجهون لكافهات والمطاعم خلينا نحتي على هذا النظر ومو بس هاي حتى حسد أشوف للجامع دا يرحون العوائل ويا صلاة الفجر يعني من السحور يبدو من ساعة ثنتين بثلاثة أشوف شوارع ناني بالأعظمية وتعرفون شوارع العظمية جوها جدا حلو فأنتبه بالسيارة أو من البلكون العوائل كلها تأخذ أطفال وهي تروح للجامع يستحرون ويأدون صلاة الصبح يالله يرجعون أما البقية أيضا يستحرون بالمطاعم وأشوف لعبة المحبز جدا حلوة بالمقاهي شباب الكاظمية مع شباب الأعظمية واللي يعني يفوز تعرفون نقدم الحلوى واللي هذه معروفة في شهر رمضان نعم طبعا جواء رمضان أجواء ماكو أحلى منها ماكو أرواع منها بس اليوم ليش بعض الأشخاص يتخلون عن بعض عاداتهم السيئة بس بشهر رمضان وما ينتهي شهر رمضان يرجعون العاداتهم اليوم إحنا شنوجههم الكلمة وشن صحيهم حتى يتخلون عن هذه العادات بشهر رمضان وباقي أيام السنة إحنا قلنا نعتبر رمضان مفتوحة فيه أبواب السماء وهو شهر رحمة أنا ليش ما أستمر بهذه الرحمة طول السنة فسبحانه وتعالى علمنا بأن نختلق بهذه الأخلاق في هذا الشهر فهو أساسا رح يتعود حتى معدتنا ستتعود على وقت الأفطار وقت السحور الأكل القليل كذلك الأخلاق اللي أهم شي يغضي البصر العصبية نتجنبها فهذه الأشياء أو قلت لش أهم شي عندنا تعليم الأطفال هذه الأشياء تستمروا يعني هي أورادي تستمر ستعواضف الخفاجي من وراتنا كمؤرقة لمواضيع رمضانية اللي احنا كل يوم نأخذها أكيد من مورنينج لايف شكرا جزيلا شكرا جزيلا شكرا جزيلا شكرا جزيلا شكرا جزيلا شكرا لهذا الكادر الرائع ينطيكم العافية انتظرونا باتر بحلقة جديدة من مورنينج لايف ومواضيع أكثر مع السلامة شكرا جزيلا